اشتركوا في القناة وشدد التجمع على أنه رغم مضي 46 سنة فإن هذه الأحداث ينبغي تذكرها بشكل حثيث كواجب للذاكرة وذكر التجمع أنه تم في ديسمبر 1975 طرد حوالي 45 ألف أسرى مغربية بشكل تعسفية من الجزائر في وقت كان يحتفل العالم الإسلامي بعيد الأرحى مضيفا أن هؤلاء الألاف من الأشخاص وجدوا أنفسهم إما مع أفراد عائلاتهما الذين قدموا لهم مأوى بشكل تضامنية وإما في الخيام التي أقامتها على عجل السلطات المغربية كما قالت الهيئة إن هذه العائلات حرمت بين عشية وضحاها من كل ممتلكاتها التي ظلت على الجانب الآخر من الحدود في الجزائر وأكد التجمع الذي تم تشكله في الثامن والعشرين فبراير المنصرم على ضرورة النظر في الضرر المعنوي والمادي الذي سببته هذه المأسات وفتح الحدود بين البلدين المعنيين للسماح للأسر وأقاربهم بلم شملهم من جديد ودعا تجمع المذكور إلى تكريم هؤلاء الألاف من الأشخاص الذين جردوا بالإضافة إلى ممتلكاتهم المادية من كرامتهم الإنسانية حسب نص البيانة نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة